السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اللغة الإنجليزية للصفة الخامسة الابتدائي عندي شرح قاعدة Would like and how many unit 5 إنجليزي خامسة ابتدائي Would like Would like معناها هل ترغب هل ترغب هل تحب هل ترغب فشنية طبعا يجي هاي لست A ولست B يعني اختيارات لست A هنا لست A و لست B وانت تختار الرقم زي يقول لك مثلا الجملة ينطيك يسئلك الأستاذ يقول لك Would you like Would you like some apples هايني Would you like some apples هل تحب بعض الفواكه يعني التفاح شنقول شنقول مثلا جاوب انت يس او نو يس يس بليز يس بليز نعم من فضلك أو تريد تقول نو نو ثانكيو نو ثانكيو نو ثانكيو تمام تمام زي يقول لك مثلا would would you like would you like some ليمون ليموني or tea يعني هل ترغب عصير العصير لو عصير الليمون لو الشاي شنقول الجواب نقول ايد بريف ايد ايد بريفار انا افضل تي بليز تي بليز انا افضل تي بليز زي مثلا يقول لك شون تجي هنا يقول لك لست اي وهنا يقول لك لست ب يعني يقول لك اول وحدة يقول لك would would you like would you like would you like on ابل سيتي وهنا شي يجيب مثلا يجيب اول وحدة اي نقول ايد بريفار ايد بريفار انت بس تشوف كلمة would you like تقول ايد بريفار انا افضل ماذلا ليمونة ليمونة بليز فش فش سوي تختار انت الاي هيجي هيجي بالسؤال هسا خلصنا هذا ال would like هسا نجي على نشرح هاو همين. همين. ل SM المعدودة اللي نهايتها S تستخدم 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 مع الأسماء المعدودة في نهايتها S تستخدم مع الأسماء المعدودة نهايتها S مثلا لنقول لك How many How many Cook Cookies البسكويت Are how many Cookies are there شاقول there جواب أقول there are only there are only four كم عددهن there are only four كم عددهن وهمات يجيب لك أيضا لست A لست A ولست B يعني يقول لك how much how many هي هذي يقول لك how money Cookies are there there مثلا يقول لك there are عددهن there are only four أنت تختار A أحتمال A B C يعني حسب الحقل الموجود الوراء هسه هذا إيجليزي خامس ابتدائي شرح قاعدة would like وهم وني موسيقى موسيقى موسيقى